بدأت محافظة جنوب سيناء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ وتأتي محطة الطاقة الشمسية على مساحة 250 ألف متر مربع بطاقة انتاجية تدجاوز 42 جيجاوات تماشيا مع خطة واستراتيجية الحكومة المصرية للانتقال للطاقة النظيفة بدأت محافظة جنوب سيناء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في شرم الشيخ على مساحة 250 ألف متر مربع وبطاقة انتاجية تتجاوز 42 جيجاوات محطة طاقة عربية للطاقة الشمسية مساحة الأرض إجماليها 250 ألف متر بقدرة انتاجية 20 ميجا زائد قدرة انتاجية سنوية 42 جيجاوات وبالفعل المحطة تم تنفيذها خلال مدة زمنية أربع شهور وده تعتبر إنجاز في حد ذاته لمواقبة مؤتمر المناخ الجاري لنعقاده شهر نوفمبر القادم بالإضافة ان المحطة دي بتخدم النهاردة 120 منشأة سياحية ما بين فنادق أربع نجوم وخمس نجوم محطة الطاقة تعمل بقدرة إجمالية تبلغ 20 ميجاوات قادرة على إمداد أكثر من 6 ألاف غرفة فندقية بالكهرباء النظيفة لخدمة العديد من القطاعات بما في ذلك القطاعات الزراعية والسياحية والصناعية والسكنية المراحل اللي احنا شغالين فيها احنا حاليا افتتحنا أول 10 ميجا ودخناها بالفعل لمركز نبق السياحي وبعد مؤتمر المناخ في تركيب العشرة ميجا المتبقيين بالإضافة إلى أن احنا ركبنا مجموعة محطات على الفنادق داخل مركز نبق السياحي بالإضافة أن احنا بنحاول أن نغذي ونحول الفكر للطاقة المظيفة والمتجددة خلال الفترة القادرة مشروع المحطة للطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية تقدر ب250 مليون جنيه يعمل للحد من الانبعاثات القربونية بنحو 500 ألف طن بما يساهم في تقليل الانبعاثات القربونية